نحن والاقتصاد من صوت لبنان مرحبا منقدم لكم حلقة جديدة من برنامج نحن والاقتصاد أعداد وتقديم باميلا إبراهيم قصيفي اللي بتتبعوه عبر الموجات التالية 100.3 و100.5FM ووما كان بالعالم على vdl.me ببعض الشركات والمؤسسات صارت المواضيع الاجتماعية وتحديدا مشاريع المساعدة من أولويات البرامج السنوية يمكن لأن الربح الحقيقي بعالم الأعمال هو وقتا تساعد المحتاج هل ضمن إطار العمل عم بتشاركوا ببرامج اجتماعية لمساعدة الناس بترك بداية التحليل الزميلة كارول كرام بغض النظر عن المشاركة ببرامج المساعدة الاجتماعية يلي بيساهم فيها الكتار منها كل واحد بطريقته وكل واحد بحسب قدرته المادية تساؤلات عديدة بيترحها كل فرد وهي هل عم نساهم بالحد من الفقر؟ هل عم نقلل من نسب تعرض الناس للمخاطر؟ وهل عم نعزز قدرتهم على إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة المرض والشيخوخة؟ ببلد مثل لبنان عايش الحروب والأزمات الاقتصادية وتأثير القطاع العام وبالتالي المجتمع بكل مستوياته صار بحاجة لدعم أفراد وجمعيات ومؤسسات خاصة للنهوض من المشاكل الاجتماعية الصحية والمادية ولدعم الفقير المشرد وتحدي الإعاقة الجسدية شو قصة جورجينا؟ نسمعها سوا جورجينا موظفي بمكتب هندسي بتساعد دايما هي وزملائها بالعمل لكثار من المحتاجين وبتطلق صرخة للمؤسسات الكبيرة أنه يتشبهوا بالمكتب يلي بتشتغل فيه أنا بشتغل بمكتب هندسي تقريبا من عشر سنين وعنا بالمكتب نعمل نشاطات اجتماعية وكلنا الموظفين منشارك فيها مثلا مساعدي منشارك بعشوات أو غدوات كرمال زرعة كورنية لناس بحاجة ووقت منزور عجزة أو جمعيات أيتام منجمع نعمل نشاطات على الميلاد تيصرف عنا مدخل بالصندوق ونجمع مصاري أكيد تي يتسنى إلنا نساعد الولاد خاصة الأيتام ومنعمل زيارات لناس بحاجة أحدا يصغيلون يصمالون للناس المتركين للناس المنسيين يعني بحاجة لحدا يسمعون ويصغيلون وهيدي النشاطات بنعملها إجمالا بالشهر مرة وأكتر شيعة لنسبة الكبيرة مثلا عيد الميلاد وطاق الهدف منها مساعدة الناس البحاجة لمساعدة كان ميديان أو كان نفسيان حتى نحسوا أنه منهم متركين أنه في ناس عم تحتم فيهم عم تصغيلهم أنه الناس بتفكر فيهم أنه ما بيكفي أنه ممكن وضعوا المادي أو وضعوا أن الشخصي منه منيح كمان حتى يحسوا أنه في ناس بيفكروا فيهم أنه منهم متركين وكل شخص عنا بالمكتب إنسانيا بيحب يعمل هيك نشاطات عنده هيك هدف إنساني تحتى يحس حالو أنه عم يعمل شيء بها الحياة وأنا بشجح كل شخص قدر يعمل أي نشاط اجتماعي تحتى يساعد الآخرين لأنه نحنا بلد كتير بحاجة وفي ناس كتير بحاجة لحدها نساعدهم ياريت المؤسسات الكبيرة وكل حدا قادر وعم يسمعنا يساعد أكبر عدد ممكن للناس المحتاجين لأنه نحنا ببلد فقير وفي ناس كتير فقيرة وبحاجة لدعم هل ضمن إطار عملك بتشارك ببرامج اجتماعية لمساعدة الناس؟ بنسمع سوا مبدئيا بكل الأشغال بلبنان في غياب تام للعمل الاجتماعي ولمساعدة الناس حتى الفكرة منها موجودة عند الموظفين أو إذا بدون يعملوها ما بيعتقدون لازم يعملوها ضمن شغلهم أو ضمن إطار إدارة الشركات يلي بنتموها وبيشتغلوا فيها أنا ما عم نشوف الأحزاب في لبنان في بعض الأحزاب عم تساهم بهذا العمل لمساعدة الناس وكل شيء عمل اجتماعي أكيد بشارك ببرامج اجتماعية لمساعدة الناس وأنا اختصاصي خصائي التغذية بما أني بيشتغل بالمستشفى فهدفي بالحياة أني ساعدهم وهذا الشيء اللي دايما بعمله وبحققه بحياة اليومية دايما بساعد الناس اللي يهتموا بصحتهم أكتر يعالجوا حياتهم وأمراضهم ومشاكلهم من خلال اتباع نظام غذائي سليم وكمان أنا مشاركة بشيء اسمه اللي كنا بنعرفه هو صديب الأحمر فمن هيدا الشيء كمان بقدر أنا أني ساعد العالم فبرامج مساعدة حياة الناس هي برامج كتير مهمة لازم كلنا نتطوع لمساعدة الآخرين لأنه يوما ما نحنا رح نحتاج لمساعدة تجي من غيرنا أكيد بحب شارك ببرامجة شمعية لمساعدة الناس ومن شغلة عس ما بعرف إذا فيني كتير كوني مهندس كهرباء بس بتصور يمكن فيني أخدم بمساعدة المجتمع أنه مثلا بتأموية خدمات اجتماعية مثل نارة الطرقات عطاعة الشمسية أو أعمال بتساعد البيئة ونفس الوقت بتساعد المجتمع أنا بشتغل أنيماسيون ضمن الشركة من خلال شغلة أوقات بيضعونا كشركة على عدة جمعيات تنعمل نشاطات نقوم بنشاطات يعني مع عالم بحاجة لحدا أن يكون حده ويساعدة يعني تهيئة حس بهذا الفرح أوقات كتير بيكون أولاد بس ما عندهم فرصة أنه هن يحسوا بالفرح ويعيشوا طفولتهم ويعيشوا عمرهم يمكن عالم ما عندهم أهل يتيمة أو أقت مرضى سرطان من جارب نحن نساعدهم نكون حدهم ونقويهم كلمة الرغم المرض يعني هنم يعيشوا ورغم الأشياء اللي بيشعل عمية تعافية يقدروا يتخطوا هيدا الشيء وما ينسع أبدا يعني أنه يكون مبسوطين ويتضحكوا على بصراحة بطبيعة شغلة أنا ما عنده حياة اجتماعية لساعد العالم بس بحس أنا بساعدهم بطريقة غير مباشرة وقت الكون أنا نازل كموظف شركة الكهرباء نازل حتى لوقت على العالم حدا يقل لي مثلا أنه ابنها حطة أكسجين أو هي أرمة اللي ما قدرت تتفاعدها الشارع حتى تتفاون شارجات نيناتون فما بوقت على الكهرباء بحس هيك أنه أنا ساعدتهم لو بطريقة غير مباشرة هي أوقات يعني حسب وقت لتكون الشركة اللي أنا بشتغل فيها لأنه خاصة ببايع الألعاب فعا كريسمس وعا باك بتعمل مثل نشاطات وبرامج اجتماعية لتساعد الولاد فيهم وأكيد ببقى فيه كدويات وكل هول من هالناحية بحس أنه ضمن إطار عملي عم بقدر شاركة ببرامج اجتماعية بما أنه أنا بشتغل بشركة المحاسبة اللي فيه غياب تام لكل الأعمال الاجتماعية اللي بتساعد الناس بغض النظر إذن أنا شخصية نحن بحب ساعد الناس بس ضمن إطار شغلي ما فيه أوانيين بتدعم هيدا الضوء بإطار عملي أصلا هم شاركة اجتماعية خصوصي أنه عم نبنى نستقبل أولاد وأماني بين إيدينا كون معنما هيدا رسالة بحد ذاتها رسالة اجتماعية طبعا أنا بساعد الناس من خلال دارة المسنين بشتغل فيه تنساعد ختيري بكل شي بيحتاجوله على أدمى من قدر أنا من خلال هالإطار بوجه طلب للدولة لتقر إنون الشيخوخة حتى تساند المسنين بإخرتهم عنا بالشغل إحنا ساعدنا مدرسة عطيناها ديوريشون لكريسنس ومفاق من المرة ثانية ساعدنا بون لبنانت عطيناهم رحنا يعنيهم وكل المطاري اللي إحنا تفعنهم هم تبرعوا فيهم من خلال هيدا الشي ساهمنا بمشاريع للمساعد الناس برحب عبر هوا صوت لبنان 100.3 و100.5 FM ومام ما كان بالعالم على VDL.me بساندرا خلاط عبد النور مؤسسة جمعية بسماء كيفك ساندرا اليوم؟ مرحب طاميلا ساندرا سمعنا نحن ويكي أجوبة الناس يلي بعد يمكن وقف وقفة ضمير إذا بدنا نقول أنه صاري فكر أنه ما بيساعد وكيف بدنا نساعد اجتماعيا ومعنويا الناس إذا ما كنا بعد ساعدناهم ماديا وجورجينا خبرت أنه ضمن إطار عمله بيساعده بالشهر مرة وأكتر شي بفترة زمن الميلاد وزمن عيد الكبير يلي نحن عم نعيشه انت اليوم شو بديك تعلق على الأجوبة اللي اسمعنيها؟ يعني هاته دليل كيف مجتمعنا نحن بدل يعني هالعالم بدل عندهم نروح لمساعدة وبدلهم عند فكروا كيف معقول ندلنا نساعد بعض ولو ما هاته الروح موجودة كل بلدنا من زمان يعني الدهوة ريت أكتر وأكتر يعني نحن دي جاء بوضع منه ميح بس هالشعب اللي عم بيضل مادي تقيده كل واحد عم تقيده للتاني بعضه عم بيخلي الأمور تكون أحفل من ما هي عليهم يعني هون بعد فينا نقول أنه كتر خير الله نحن بلبنان وهي دي الميزة من مميزات اللبناني ساندرا صارلك سنين بتشتغلي بالعمل الاجتماعي أكيد في سنين بتحس في خنقة وفي ديقة عند الناس أكتر وأكيد يمكن وصلته لمرحلة عم تحسوا ما عم بتلحقوا هل إذا فينا نقارن عمل الجمعية اليوم بسنين اللي مرأ بتحس انحنا من أكتر سنين اللي الناس تعباني فيها ماديا أكيد يعني الوضع كارثي حاليا ونحن عم نشهده من 14 سنين لليوم بعد ما شفنا أضرب من الكمتين التي عم بيقطع هلأ على لبنان من وراء الأمور من وراء الحروب المجاورة وكل مشاكل اللي وكله هيدا بنعكس سلبيا أكيد على وضع اللبناني بشكل خاص اليوم موضوعنا أكتر موجه على عمل الشركات والعمل الاجتماعي ويالي كل الناس ممكن تشارك عبر شركاتهم بالعمل الاجتماعي قدي اليوم أنت كجمعية خيرية الشركات عم بتساعد من نسبة أرباحها قدي عم بيشاركوا وعم بيفاجئوك يمكن أن كنت عملوا مشاريع ما كنت بفيكة حقيقة كجمعية لو ما فيه مساعد كبيرة من الشركات يالي بتعمل أرباح سنوية أكيد يعني اللي بدي أقوله أنه نحن نص نص ما تقول بصمة هو من الشركات إن كان على طريقة إن هنا في عدة طرق يعني عمنا شركات وقتلات وبنوكة كلهم كلهم حد بصمة عم بشاركوا بطريقة معينة في ناس مثلا الموظفين بالشركات بيقدموا مشاريعات يعني بيجوا بيعملوا عمل اجتماعي معين يمكن بيشتغلوا مع المسنين بيساعدوهم بيقدموا طبقات صيخنة بيجوا بيحطوهم نجوم المراحة بيحطوهم مستيئة بيجوا الموظفين يعني هني بيختروا بروجيو بيطبقوه مع عدل ومسنين بصمة بي كمانا اوقات الـ HR بشركة بيجوا اختصاصية بيعتوا professional training يعني تدريبات مهنية لعائلات و بالأخص لنساء بجمعية بصمة فيتورورهم مهاراتهم وبعدين اوقات كتير اوقات هني بيرجعوا بيشغلهم بالشركة او بالمصرف او بالمطعم او بالفندق يعني كمانا هني بيكونوا عم بيشاعدونا بعملية التدريب والتوزيف كمانا في طريقة انه بيحبوا استعرضونا مسلا اذا عنا افانت ان كان العشر سنوي او اذا كان برانش او حيلا اشي بيكونوا هني بيكونوا واقفين حد وهذا كمان كتير بيشاعدنا كمانا بيقدمونا محل العمل المكان العمل يعني اوقات بيحب تكون لنا عندهم اوقات بنظموا داخل المبنى داخل الفندق داخل المصرف بنظموا بانك اليمانطان احنا نسميها يعني بيعملوا مسلا اسبوع بيجمعوا مواد غذائية بيجمعوا مواد تنظيف بألف مكان العمل وبعد اسبوع بيجوا بيوصلنا اياهون او بيروحوا هني بيوزعوهم للعيال يعني فيه طرق كتير عديدة كل واحد شي سيستعيد ع طريقته في منهم بياخر السنة بيقدموا هدايا لبنيتهم بيشتروا بيشتروا كمانا الساويل لهاب نحنا عمل سمال بيسلت كلهم بيقدمون لزبونتهم باخر السنة او بطاقات معايدة تمام بسماد يعني بيونيها سندرا برأيك انه ممكن بعد يصير فيه تعاون اكبر يعني بعد ما حصلت عليه اليوم من الشركات وقدي برأيك اليوم يعني اذا بنا نعطي فكرة لشركات اللي بتحب تشارك وبعد ما شاركت بتعفي قدي اليوم اقتصاد لبنان مبنى على شركات صغيرة ومتوسطة الحجم قدي نسبة المساعدة ممكن تكون نسبة الارباح الاخير الشركة مش بس هي موجودة هون بس تعمل به الشركة هي لا يتجزق من المجتمع ودورها انه تقدر كيف ما تاخد ثمين طاعة للمجتمع وتقدر تكون عم بتطور المجتمع اللي هي فيه من خلال جمعيات الاهلية اللي هي بتتعامل معها وهذا الشيء كتير مهم وقتا منشوف قديا بيعطونا موايط غذائية في السادكات شان السادكات بيتبرعوا بمسلا الكلسات بيساب بباوية غذائية هيدا كلها بيروح مباشرة عند العيال وبساعدهم بدلوا نواقفين على إجرائيهم لشان هيك بتشجع كل هالشركات انه دورهم كتير مهم على هالصعيد وزيت الوقت بنتفعوا لانه بزيت الوقت عندهم return on the image يعني هيدا ال image positive عم بيخدوها انه وقتا عم بيكونوا عم بيساعدوا وكمان الناس تنظر بلاقيهم بغير نظرة وقتا بيكونوا هني عم بيساهموا وعم بيعمروا ومجتمعون بالأخص بالأوضاع الاقتصادية اللي نحنا عم نمر فيها ومناعرف قدي هالأوضاع الصعبة يعني هني دورهم مهم بيها المرحلة في دراسة بتقول انه اليوم الشخص في كتير ناس منا معودة تحط شوي من معاشا على جنب وتبلش تتصمد وتتدخر يعني من مصروفة الشهري انه اليوم فينا نزيد على هالدراسة صندرا نحنا وياك انه بش بس انه نحط على جنب يعني وندخر انه وفينا نساعد اليوم بمبلغ على جنب من أول الشهر نقطعه برأيك من معاشاتنا هلأ الناس بدأت فكر تقول باملا وين عايش بركة بسويسرا لا مليك بعيدة عن الحقيقة لأنه نحنا يعني أنا بالدمان وعم تشوف شو عم بتصرف الناس وهذا التصرف المضبوط وفي كتير ناس متبقينه وهذا الشي اللي بيفرح القلب يعني أنا بشوف انه في ناس بيعملوا يعني كل شهر عشرين دولار كل شهر في ناس وهذا كتير يعني هنها القد قدرين في ناس مية دولار كل شهر يعني كل واحد عقدرته بيشيل مبلغ بالسهر وبيحط في عندي مادام بتطبخ كل أسبوع طبخة يعني هايدي طريقته بالتبرع يعني كل واحد عنده طريقة وكل واحد بيعرف انه أنا فيه قعطها لأك هايدي بس بته طريق التفكير يعني متما انت قلت واحد جاء شوي يقول أنا شو في يأتي كمصرف كانوا الموظفين بالمصرف بيعته أو خمسة ليلة ليرة بالشهر أو عشر او عشرين ألف كل واحد على هدا كل الموظفين بيجمعوا يعني بيجمع مبلغ بالأخير الجمعية كتير انه يروح تغرل للعيال هيدا المبلغ وهو شو عمشي الخمسة لف يعني ما بيأثر عليه كتير حق شوكولات أو ثلاث شوكولات يعني كتير واحد حط نقطة نقطة بالاخير فينا نعمل بيجمع كلهم سوايا إيد بإيد مثل ما بيقولوا صندرة عندي سؤال هيك عبالي أطرحه عليك هلأ مرات عم تضطر تقولي لا لبعض العيال ما عم تقدر تساعد يوم صراحة نحنا ما منقول لا يعني رحقلي كيف نحنا يع فينا نسيع يعز يعز لا يعني بيكون الكه كتير صعب أو كتير بتطلب يعني بيكون في بالأخص كتير أدوية أو يعني مبلغ كل شهر في تدفعي أو أجار أو أدوية ونحنا مش بقدرتنا بنصير بنحول أو بنجرب ندبر أشياء يعني دواء من هنا بس ما منقول لا ما منقول لا أبدا يعني هيدا ضد عقليتنا وضد يعني ما بدأنا نحنا هلأ عم نحكي باسم كل الجمعيات كمان بلبنان عبر بصمة الجمعية يعني من أهم جمعيات لبنان صندرة عم ناخد رأيك بس أكيد حال كل الجمعيات هي حالة جمعيتكم خليني أعطي شوية فكرة اليوم كم عيلي عم تهتموا فيها وخبريني شوية يعني هيك لأن وإحنا بين نحنا والاقتصاد اقتصاديا كيف الناس عم ترجع تنطلق بالحياة نحنا نهتم كل سنة بمئتان عائلة بس مش هن زيتهم يعني نحنا منتبع العائلة على سنين على عشرات سنين ووقتها من نقدر نقاهل العائلة يعني قادرة توقف على إجراء وتكفي لواحدة منتقل ومنتعد عائلية أخرى نعم ومن هال أربعتاشر سنة شفنا يعني نتيجر فعالي شفنا هالولاد اللي كان عمرهم ست سنين سبعة سنين ثمان سنين اليوم عم بيتخرجوا عم بيفوتوا على الجامعة عم بي حتى في عندي أولاد يعني تخرجوا من الزامعة وقدرنا نقيلهم وظائف لمصارف حتى عن ديزاينر مهمين وهذا فخر لقلنا وين كانوا وين صاروا صاروا هني قدرين يععيلوا عائلتهم صاروا كمان هني متطوعين معنا ببصمة نعم سندرا كلمة أخيرة للناس شجعيون وأنا مثل ما قلنا بالبداية ومنظل نقول أنه بمساعدة الغير عم نساعد نفسنا صح أنا بس اللي بدي أقوله أنه مثل ما أنت كنت عم بتقول فاملا يعني وقت واحد ببرمج الدونيشن إن كان بحياته شركية أو من خلال شركة تظهر تتبرمج ومشان هيك صار عم بيكون أهمية أكتر وأكتر بين شركات في لبنان وعم نشوف قدي سابكات عم تتحمص لهالشي أول شي لأنه عم تخلق استيدة كيت يعني بقلب عم الموظفين يعني بقلب الشركة كلهم عم بيكون بيروح واحدة ومشان هيك عم بيستاد إيجي بي يعني على الشركة وعلى كمان الإمار طبع الشركة كل واحد يعطي هذا الشي بنردله إن كان من خلال الفرحة اللي بيحصة بقلبه أو من خلال الشيء حاسية أكتر ثم بننفجع الكل على العطاء وبالأخص بهالأوضاع اللي نحن عم نمر فيها نحن بيحاجة يعني كل يعني مش لحقول فلس لأنه مش بس كل شي بالمطار بس لكل نقطة عطاء لكل لفت صح صندرة أخلاط عبد النور مؤسسة جمعية بسمة ومسؤولة أنت عن بسمة كتير من ناس الله يعطيكم القوة والعافية وإن شاء الله دايما نحن عبر هوا نصوت لبنان تكون عم ندعمكم مرسي باميلا بالختام تذكر كل ما ساعدت غيرك بتكون عم بتساعد حالك سؤالنا للأسبوع المقبل مأمن على حياتك بشكر الزملاء كارول كرم ومريا معود إلى اللقاء نحن والاقتصاد مع باميلا إبراهيم والصيفة من صوت لبنان